تقالت مصادر عراقية إن نحو ثمانين عنصراً من القوات العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري قتلوا فيما جرح مائة خلال الهجمات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة اليوم بعد محاولة القوات العراقية التقدم باتجاه الفلوجة من جهة أخرى اتهم أحد شيوخ مدينة الكرمة الشيخ مؤيد الجميلي اتهم مقاتلي الحشد الشعبي بتفجير مسجدين ونهب عشرات المنازل بعد يومين انترضي مسلحي تنظيم الدولة من المدينة معي لتسليطي مزيد من الضوء على هذه التطورات بالنقاش والتحليل الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي السيد صباح الخزاعي سيد خزاعي نرحب بك في أضواء على الأحداث ثمانون عنصراً من القوات العراقية هل هناك تفسير لهذا العدد الكبير من خسائر الجيش العراقي في يوم واحد؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم المعركة صعبة المعركة غير متكافئة من ناحية الأسلحة لكن من ناحية الكفاءة من ناحية الإمكانيات من ناحية النوعية تميل إلى دفة مقاتلي تنظيم الدولة للأسف حقيقة لأن ما يسمى بالجيش العراقي هو جيش غير مهني كما هو معتاد بالجيوش الوطنية وغير مدرب تدريباً عالياً يأتون الأمريكان ويأتون المستشارين الإيرانيون ويدربون مجموعات هنا وهنالك لكن هذا لا يكفي هذا تحتاج إلى صبر وإلى دراية وإلى شجاعة وإلى معرفة وإلى مقدرة إضافة إلى ذلك الخلط بالأوراق خلط كثير من المقاتلين مقاتلها ما يسمى بالحجد الشعبي مليشيات خارج الحجد الشعبي التجمع العشائري الصحوات المجامع كل هنا وهنالك ثم تعدد القرارات العسكرية أكو قيادة مدنية قيادة عسكرية قيادة مدد الدفاع ولكن كل هذه القوات لديها تسليح عالي وهناك دعم أمريكي كما شرط دعم أمريكي من خلال المستشارين هناك دعم وأسناد جوي كل ذلك ألم يكن يستطيع يعدل الكفة مع عناصر تنظيم الدولة التي تقول أرجح التقديرات بأنهم بضعة عشرات ما زالوا مضحصينين في المدينة دعني أوضح شغلة مهمة هناك بنادق هي ليس بنادق لداعش تقاتل في الفلوجة يعني ليس الذي يقاتل في الفلوجة هم فقط داعش على فكرة يعني وأنهم أهل الفلوجة وهؤلاء بين نارين إذا خرجوا يقولوا لهم أنتم داعش ويقتلونه هم يدافعون عن أعراضهم وعن ممتلكاتهم وعن بيوتهم يدافعون ضد الدولة وضد الحجد العشائي الذي معظمه من أبناء مدينة الفلوجة لا ضد كل من يقاتلهم وكل من يريد أن يأخذ أرضهم لأن مع الأسف التجربة المريرة في محافظة صلاح الدين والرمادي والرمادي 80% سحقت سحقا تاما وأهل الفلوجة يعرفون بالشغلة أقاربهم ومن العشائر الأخرى من ضمن ثلاثة ملايين ونصف هم خارج مدنهم مهجرين داخل بلادهم فهذه تجربة مريرة للذين يعيشون في إذن لماذا يقاتلون مهمهم بأن تبقى هذه المدينة ولو تحت قبض التنظيم الدولة ولكن بعيدة عن سيطرة قوات الحجد الشعبي أو العشائري أو الدولة العراقية قتالهم فقط لكرامتهم لكي يموت عزيزا مكرما لكي لا يموت بيد داعش ولا يموت بيد الحجد الشعبي هذا هو ما مكتوب عليه وبالتالي هم يقاتلون باستماته المسألة بسيطة جدا 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 لتحرير الرمادي أولا الفلوجة قصدي الفلوجة قصدي مصالحة وطنية حقيقية إعطاء الحق لكل ذي حقا حقه إضافة إلى ذلك أن تكون الحكومة غير طائفية تم سحب المليشيات الطائفية وكسر رجل أو ضرب أو منع قاسم سلعيماني للعبث بالأمن الوطني العراقي ولكن مع من هذه المصالحة هل هناك مصالحة مع عناصر تنظيم الدولة لا تنظيم الدولة ليس عراقي تنظيم الدولة ولكنه يسيطر على الفلوجة نعم نعم تنظيم الدولة ومقاتله بلاء جلبه المحتل وهو نسخة وهو بلادة مشوهة للأمريكان والإسرائيليين والإيرانيين هذا ثالث الشر الذي خلقه كما خلقت القاعدة خلقت داعش وداعش خلقت لكي تشوه المشعد العراقي لكي تشوه المقاومة الوطنية العراقية لكي تؤدب العراقيين لكي يبقى العراق مشلولا دولة فاشلة سهلة السيطرة عليها من قبل إيران ومن أذناب إيران وإلا هل معقول الأمريكان أو الإيرانيين يسمحون لقوى وطنية تحكم العراق الجواب كلا وإلا هو من البداية لماذا احتل للعراق لماذا احتل للعراق السبب واضح جدا هو أن يكون العراق دولة فاشلة دولة معلقة لماذا يقبل السياسيون العراقيون لماذا يقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن يشرف رجل أجنبي هو قاسم سليماني على هذه المعركة على تخو مدينة الفلوجة ألا يشكل ذلك إحراجا شخصيا له إحراج للقادة العراقيين والله هذا يفترض حقيقة ولكن واقع الحال غير ذلك لأن الذي جلبهم لجلب هؤلاء الشخصيات منذ عام فيهم ثلاثة واللي حدنا هو المحتل الأمريكي والذي شرعنا هذا الاحتلال والعملية السياسية التي باءت بالفشل ووصلت إلى طريق المسدود هو الجار السوء إيران الصفوية النظام الصفوي في طهران وهذا واقع الحال وبالتالي حيدر العبادي وغير حيدر العبادي أثبتوا فشلهم وهم عبارة عن قطع شطران تنفذ ما يطلب منها وحتى ما يسمى موثلي السنة ناس مرتزقة حقيقة أكثرهم مجد شخصي ثراء مالي شخصي ولا يهمهم ما الذي يحدث بالعراق طيب المخاوف من قيام تجاوزات طائفية في مدينة الفلوجة هل يشكل ما جرى في مدينة الكرمة مقدمة لها مثال على ما يمكن أن يحدث في الفلوجة أحد شيوخ الكرمة قال بأن مساجد دمرات في المدينة بأن هناك عشرات المنازل نهبت هل يمكن أن يتكرر المشهد هذا في الفلوجة وهو متكرر ومن الذي يخجل من ذلك هل هو الأمريكان يخجلوا يكذبون علينا لينا نهار الحكومة تكذب علينا لينا نهار الإيرانيون يكذبون علينا لينا نهار وبالتالي الفرز الطائفي القتل الطائفي أنا قرأت تقارير وصلت من أرض المعركة هناك تقول أربعين عائلة مهجرة أو خرجت من الفلوجة ما الذي حدث عزلوا الأطفال والنساء والعجائز وأخذوا الشياب كبار السن والشباب وودوهم إلى قاعدة الحبانية للتحقيق معهم هل هم إرهابيون أو غير إرهابيون وبعد ذلك ماذا جرى لهم اختفوا بعد انتهى الموضوع هذا كما اختفت 3 ألاف وعد اختفوا من منطقة الرمادي وغير الرمادي وحزام بغداد هذه هي العملية هذا لا يشكل رعبا للمدنيين الذين ما زالوا في مدينة الفلوجة وما تأثير ذلك على خياراتهم بين البقاء تحت سطو التنظيم متطرف أو القبول باقتحام قوات الحشد الشعبي مع الحكومة يقاتلون يقاتلون عن أنواحهم وعن أعراضهم يقاتلون حتى الممات من أجل كرامتهم يقاتلون شهداء لا أكثر ولا أقل لأن داعش والميليشيات الطائفية وجهان لعملة واحدة كل يرفع الراية الطائفية والمتضرر هو الشعب العراقي والذي يخدم المشروع الصفوي الأمريكي من أجل تقسيم العراق إلى كتل طائفية وغير ذلك لكن هناك سؤال أنت قلت هناك ربما تكون عناصر خلايا نائمة من المقاومة تقاتل من أجل كرامتها في مدينة الفلوجة السؤال لماذا لا يقاتلون تنظيم الدولة بأنفسهم ويطردوه من مدينتهم؟ هو من الذي جلب الداعش؟ داعش تخرج بتليفون واحد من الأمريكاء أنا هذه وجهة نظري داعش صناعة أمريكية إيرانية تخرج بتليفون واحد أخرجوا وإلا من المعقول صار سنتين كاملة لا نجد أسيرا من داعش؟ لا نجد جثة من داعش؟ عند ذلك إذا شفت جثة من داعش أو أسير من داعش عند ذلك أتفق معك وأقول نعم يفترض هذا المقاومة تقاتل داعش المقاومة للمعلومات يعني المقاومة الوطنية الإسلامية العراقية وبصريح العبارة أوصلت معلومات إلى الأمريكان وإلى الحكومة العراقية وإلى من يهمه الأمر بأن المقاومة الوطنية العراقية الإسلامية مستعدة لتحرير الموصل والرمادي وداعش من داعش وبأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر ومن الذي رفض؟ لأن أهل مكة أدلى بشعابها ولكن بشرط أن تخرجوا النفوذ الإيراني قالوا لهم إحنا ما نحرر الموصل ونسلمها القاسم السليماني لا الأمريكان رفضوا ولماذا يرفضون؟ لأن هذا يبطل المشروع الصهيوني الأمريكي طيب ولكن ألا يناقض كلامك وجود قوات من الحشد العشائري من أبناء محافظة الأنبار الآن مع قوات الحشد الشعبي والقوات الأمريكية والعراقية ما هو التناقض؟ التناقض بأنه إذا كان هناك من أبناء هذه المنطقة تقول كلهم يريدون أن يقاوموا هناك أيضا من أبناء المنطقة من يرى بأن الدولة يجب أن تقاتل مع الحشد الشعبي جنبا إلى جنب نحن قلنا يعني هؤلاء يعني جوز وطنيين يعني يريدون يقاتلهم بس تدري أنت هناك يعني شيوخ متواطئين مع الحكومة المركزية وبحفنة ملايين من الدولارات يجمعون لهم مرتزقة كما هي الصحوات في ذلك الوقت وبالتالي على أساس يمثلون المذهب السني مثل المحاصصة وقال إن وزير الدفاع خادر العبيدي هو من المكون السني لكنه لا يهش ولا ينش ولا يفعل ولا يتقدم ولا يضع الأوامر الأوامر كلها من بيت قاسم سليماني هذه المعركة قيل بأنها محاولة لإخراج حضر العبادي من مأزقه السياسي والمظاهرات المستمرة في بغداد هل يبدو بأن العبادي وإيران من ورائه نجح في هذه المعركة لمحاولة إنقاذ العبادي سياسيا؟ أحسنت هذا خير الكلام ودلك ما يقول سؤال في مكاني أنا في تغريدتي قبل حوالي أسبوع قلت هل هو تسجيل نصر وهمي لإنقاذ حكومة العبادي أم هي مرحلة بداية اقتتال طائفي ترعاه أمريكا وبتنفيذ إيراني هنا الخوفية المشكلة هي بعد داعش لكن الذي حدث حاليا هو إنقاذ حكومة العبادي من مرتتها مع الشعب العراقي الذي دخل إلى المنطقة الخضراء لمرتين لإنذارين الإنذار الثالث معناته كسح وبالتالي أرادوا عجلوا بقضية الفلوج الأمريكان رادوا الموصل يعني كل الجهود كانت مصبة للموصل وإذا باب الفلوجة بضغط إيراني غير اعتيادي ونزلت ميليشيات غير اعتيادي بكم من هائل في بغداد باعترافات العبادي عندما قال هناك مئة فصيل مسلح داخل بغداد وغير خارج الحشد لكن هل صحيح بأن الفلوجة تحمي بغداد عسكريا هل صحيح بأن هذه المعركة إنما افتعلت من أجل حماية بغداد أيضا إذا ما سقطت بأيدي المتظاهرين حماية الحكومة أقصد وليس حماية الشعر لا أرجع على سؤالك هي فقط للتغطية على ورطة المالكي وحكومة المالكي بأن الغطاء هو والفلوجة وتشكيل نصر العبادي يعني تسجيل نصر وهمي ولكن إلى متى ولكن هل سيتحقق ذلك قبل إلى متى هل ستتحقق ذلك هل تعتقد بأن الفلوجة ستسير على نفس المنوال الذي سارت عليه الرمادي يعني ستتحول إلى مدينة أشباح هو هذا المخطط إلا لأنهم لا يريدون أن يحرروها لو أرادوا تحريرها لكان حدث ذلك قبل سنتين إذا رحتلت جنواري 2014 كان من الممكن تحريرها بشغلة بسيطة يعني انزال جوي بكماندوس متمكنين أذكر بأن فقط اقتحموا مركز المدينة وسيطروا عليه شغلة سياسية عملية شغلة سياسية إذا أرادوا أن يحرروها هل تقول هذا الوقت حتى يتم عملية سياسية عملية قهر الشعب العراقي عملية تركيع الشعب العراقي عملية إعطاء دور كآخر للميليشيات الإيرانية لأن مشروع الإيراني لا يريد لجيش مشروع الإيراني يريد ميليشيات الأمريكان يردون جيش والإيراني يردون ميليشيات لماذا يردون ميليشيات حتى تصل على غرار الحثيين وعلى غرار حزب الله العرابي في لبنان وهو تدمير الجيش الوطني الجيش سور للوطن وهو رمز من رموز السيادة وهذا هو المشروع الإيراني لكن في النهاية ألن ينقلب السحر على الساحر هل تعتقد بأن إيران ستبقى بمنأة عن كل هذه الفوضى التي تساهم في إحداثها هناك جوابين جواب محزن وجواب مفرح جواب محزن تمكن الاحتلال أن يدمر العراق لمدة 13 سنة وتمكنت إيران من العراق ومن بعض الدول العربية لكن الجواب الآخر المفرح هو أن إيران تطلق النار على أرجلها إيران استثمرت في مشروع فاشل ضد الشعب العراقي وهذه اللحظة التي كنا ننتظرها وأنا أجل سنوات لهذا الستوديو المبارك أتوقع شفكت ينتفض الشعب العراقي وخصوصا أهلنا بالجنوب انتفضوا 90% من أهلنا بالجنوب وفي العراق وضد المشروع الإيراني لأن ليس هناك إنشاز وتقصدهم أنت حتى من قيل بأنهم أنصار لتيار الصدري ويقولون سليماني بره بره ولا يريدون النفوذ الإيراني كل العراقين يقولون كل مفقط هذا الشعار مرفوع منذ زمان لكن القهر والقتل فإيران استثمرت بمشروع ماكو إنجاز خلصت الفلوجة وانتهينا من داعش وبعديا رح يرجع الشعب العراقي على العبادي أين هم الفاسدون أين هم المجرمون ماذا قدمته أين الكهرباء وجولاي جاي ورمضان جاي وما أدراك ما رمضان وجولاي في العراق الراجعة الحرارة تصل إلى الستين أو إلى خمسة وخمسين ماكو ميبارد ماكو ثلج ماكو أكل ماكو كهرباء ما الذي يفعل ينتقم الشعب العراقي من هذه الحكومة فهم في اندحار وصلت الطريق مسدود وأعتقد المشروع الإيراني يتراجع وينكمش على نفسه والدور الأمريكي هذا سيبقى متفرجا على ما يجري الأمريكان مجرمون الأمريكان هم الذين فعلوا كل شيء الأمريكان هم الذين شرعنوا ماذا يحدث بالعراق وبالتالي أنا لومي على إيران ستين بالمئة لكن لومي تسعين بالمئة أو مئة بالمئة على الأمريكان لأن هم الذين قرروا احتلال العراق العراق كان دولة آمنة وكانت دولة وطنية ديكتاتور وشنه يعني ديكتاتور؟ ديكتاتور حافظ على العراق عنده أغلاط؟ نعم عنده أغلاط كأي ديكتاتور آخر وكأي نظام آخر لكن كنا دولة نطلب السلام والأمان غلطنا؟ غلطنا من احتلال الكويت؟ نعم غلطنا ولكن عقبنا بحصرار 13 سنة وحرب وانسحب الجيش العراقي وانتهى الموضوع وقلنا بعد ما عدنا أسلحة دمار شامل لكنهم رجعوا علينا مفارقات كثيرة هذه الصورة إذا أخذناها بشكل كل في الإقليم يجري في سوريا والعراق هل تعتقد بأن الخلاص سيكون واحدا؟ بأن النهاية ستكون واحدة؟ هناك كثير من الأمور مشتركة الإيرانيون يقاتلون في العراق وفي سوريا تنظيم الدولة موجود في العراق وفي سوريا والمقاومة الموجودة في العراق هم هناك أيضا ثوار يقاومون إيران ويقاومون النظام السوري على حد سواء والسؤال هو كالتالي شوفوا الياطفة الكبيرة الذي يسيطر على سوريا هي موسكو روسيا والذي يساعدهم هم إيران والميليشيات وميليشيات إيران والذي يسيطر على المشهد بالعراق هم الأمريكان ومن الذي يساعدهم؟ نفس الجوكر إيران والميليشيات ما هذه المفارقة؟ مفارقة يضحكون علينا يتلاعبون بعقولنا الأمريكان والإيرانيون والإسرائيليون من أجل تقسيم المنطقة من أجل هيمنة على العراقين لكن أنا أطلب من الدول العربية وخصوصا للتحالف الإسلامي وأن يعرفوا حجم الضرر الذي وقعت به الأمة العربية عندما انهارت الجبهة الشرقية ماذا بيدين؟ مملكة العربية السعودية تقود تحالفا عسكريا لمقاتلة من يسموا وكلاء إيران في اليمن وهم ميليشي الحوثي هل تستطيع وهي تدعم الثوار السوريين بالسلاح هل تستطيع أن تفتح جبهة ثالثة في العراق؟ أنت ما تفتح جبهة ثالثة الجيش يزداد الداعمون يزدادون تصور أنت المقاومة الوطنية العراقية في العراق تقف بصفه هي واقفة مع التحالف الإسلامي حتى إذا فتحت جبهة فالجبهة يأتون رجال والعراق فيه رجال كثيرون ولكن السعودية الرسمية الآن هي مع موقف الحكومة العراقية خاصة في معركة الفلوجة قبل أيام تصريحات أن السعودية أو السفير السعودي كان موجودا في غرفة مراقبة تلك العمليات على مشاهد الفلوجة وهذا لا خلافة على ذلك يعني تعاون الدول فيما بينهم ضد الإرهاب لا خلافة على نحن كلنا ضد الإرهاب على فكرة يعني لا يفتهموني غلط أن صباح الخزاعي يدعم داعش لا داعش هي أصل البلاء داعش صناع داعش وقع القاعدة صناعة أمريكية إسرائيلية وإيرانية لتدمير الشعب العراقي هذه اليافة لا تعبر علينا نحن العرب لكن أنا أقول كدول تحالف إسلامي عليها علاقة تنفتح على القوى المقاومة المعارضة العراقية لا نستطيع أن نأقد مؤتمر لا نستطيع أن نتحرك لا نستطيع أن نخر بفضائيات محاصرين من كل مجال على الأقل تبنوا الخطاب خطاب المقاومة وهذا من حقنا خطاب المعارضة وهذا من حقنا خصوصا عندما انتهت العملية السياسية ولكن اسمح لي هناك ميت تهم المقاومة العراقية بأنها لم تنفتح حتى على العراقيين من أبناء الشيعة أنفسهم هل هذا صحيح؟ لا طبعا هذا غير صحيح على الإطلاق المقاومة الوطنية العراقية وفصائل تمثل كل الشعب العراقي على رأسهم طبعا البعث له فصيل كبير جدا وهناك الشيوعيون وهناك القوميون وهناك اليساريون وهناك الإسلاميون محنا المشكلة بالمقاومة الوطنية العراقية يا أخي ما عدنا هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا عربي وهذا مسيحي لا عراقي يعني كما كان في النظام بذبزم النظام الوطني السابق ما نعرف أنه هذا مدير عام مسيحي أو هذا ضابط أو هذا شرطي ما احنا ما عدناه شيء وبالتالي لا يستوي المقاومة الوطنية العراقية تمثل كل الشعب العراقي بكل أطيافه أشكرك شكرا جزيلا الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي سيد صباح الخزاعي